فرقتهم الأماكن وجمعهم مواجهتهم لإشكال واحد أهم تلاميذ تحصل مؤخراً على البكالوريا ولكن فرحتهم لم تكتمل الظل دون توجيه جامعي حطيت عشر شعب على أساس أني حاجات قراب وحاجات زي دعليهم بعشرين بوان أو أكثر وحاجات نقص عليهم خمسة بوانات، ثلاثة بوانات معناها كنجي نشوف أنا في العشر اختيارات اللي حطيتهم أنا نقول لا يمكن أن تختفل في حتى حاجة آخر حاجة نتوقعها يخي نهارت رزيولتان متاع الوريونتاسيون قا روح ينوا أفكتي في حتى فاكلتي في تونس توجيهون للدورة الثانية قرابة 38 ألف لتلميذ كيفاش معناها إعادة توجيه تصورها وأغلبيتهم توجيهون في مخاخهم إعادة توجيه في الدورة الثانية ما فهم حتى بلاسة في حتى فاكل وحتى كان فما بلايس في فاكلت تلقاهم بعاد على تونس الجملة يا مدام الوزيرة أنتي بأجلى كل شيء الريودي سات أوترا وبشي سيب نفس الشيرة وبشي هيدو عليك جماعة تورقان وبشي جماعة تور دو قام الساكرسية انتاع تور دو ما نعرفهم معناها اللي دومالي أني حطيت فاهم عمرتك كاكا عشرة أقسم بلايسة بلاسة باكسونس عمر 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 ما نعرفهم حتى قريت اسرم حتى شفتهم وين نبكي هكا بدموعي وين عمر عام هذا نرمال ما يحدد مسيري نرمال ما نقرأ على روحي نهز راية بلادي نرفع دارنا كذا شي ما فهم حتى شي تقرأ تقرأ تنجح في الباقي ما تلقاش فاك أنا أحساسي عبارة طويقة ما أنتا ما نجحتش ما حتى شي ما فرحتش باب بابا كل يوم يبكي قال كيفيش ما يجيش ما عندي حتى أمل حتى ما أنتا بيش تخسر عام من ناحيتك العام الثاني شوف طرقة شوف ليه ما أنتا ما فهمتش أنا والدية تعبين علينا تدخل رئيس الجمهورية ليرفع ما وصفوه بالمظلمة على أبنائهم هو مطلب بعض الأولياء مطالبة تعطيه كرسي في الجامعة البنتي مطالبة حتى شي مطالبة حتى شي كان لزم ما لغتش طون كريلة أنا بنتي مم بنتي تقرك نحب أن الكلمة هذه توصل لسيقاي سعيد أنظر للمظلمة اللي سايرة أنظر للمظلمة اللي سايرة في وزارة التعليم العام عظري ما صارتش حل الإشكال الذي يواجهه بعض التلاميذ يبقى راهين توفور إرادة سياسية وفق رئيس الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني لابد من حسب رأي من تنظيم دورة استثنائية للتوجيه بعد الترفيع في طاقة الاستيعاب لأنه مش معقول تنجح برشة في الباك ولكن تنقص لهم في طاقة الاستيعاب على الأقل خليها في نفس المستوى اللي كانت عليه السنة الفارضة تقنياً ممكنة فقط مسألة إرادة إذا توفر الإرادة السياسية وفي انتظار دورة لإعادة التوجيه قد يجد فيها البعض مبتغة تظل أمال بعض التلاميذ والأولياء معلقة على قرار استثنائي قد يصدر فيفتح باب الأمل وتستكمل معه فرحة النجاح ترجمة نانسي قنقر